هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون وواحد وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم تسعمائة وستة وتسعين ألف شخص هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة المبادرة والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية التي ستسهم بدورها في عودة الحياة الطبيعية